اشتركوا في القناة سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل يتجدد اللقاء بكم لنتدارس آيات من كتاب ربنا عز وجل يتجدد اللقاء بكم من هنا من المسجد الحرام من جوار الكعبة الشريفة من جوار البيت الأول البيت العتيق أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل وحده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا فإنه جواد كريم سميع مجيب ما زلنا نقف مع آيات سورة آل عمران وفي كسمها الأول الذي عرض لواقعة وقصة وفد نصارى نجران وقدومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حقيقة بمرور هذه الآيات وهي تستعرض هذه القصة وهذه الواقعة نجد أن هذا الكتاب الكريم يعلم هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس يعلمها غايتها في هذه الدنيا ومعالم خيريتها فهي أمة الدعوة والبلاغ وإقامة الحجة على الخلق هي الأمة القدوة الخيرة لأنها تؤمن بالله ولأنها تأمر بالمعروف ولأنها تنهى عن المنكر ولأنها تدعو إلى الله سبحانه وتعالى نتعلم من هذه الآيات المباركات كيف ينبغي أن تكون هذه العلاقة بين الناس فالأساس أنها علاقة قائمة على أخوة الدين وهذا لمن هو مؤمن بالله جل جلاله مصدق برسوله صلى الله عليه وسلم مصدق بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم علاقة بلاغ ودعوة ونصح وإرشاد وبذل جهد في إرجاع الناس إلى الحق وإلى الهدى ممن انحرف عن الحق والهدى ولذلك نجد هنا في هذه الآيات المباركات الكريمات كيف كان هذا الطريق واضحا جليا من خلال عرض تلك الأحداث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع وفد نصارى نجران وكذلك مع أهل الكتاب ممن كانوا يسكنون المدينة من اليهود كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان أمر البلاغ والدعوة هو الأساس في بداية ذلك التواصل والعلاقة التي كانت بينه وبين اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة فهي علاقة بلاغ ودعوة وبيان وإقامة حجة وهذا ما نلمسه هنا وقفنا في درسنا الماضي مع آية كريمة بعد أن كانت تلك الانتقالات في أمر البلاغ والدعوة لوفد نصارى نجران إلى أن وصل الأمر إلى قضية المباهلة والدعوة عليها وهذا ما وقفنا عليه في دروسنا الماضية ثم جاء الإعلان والإعلام لأهل الكتاب بهذه الدعوة العظيمة العامة التي تدل على الإنصاف والعدل وأن القضية ليست قضية مرتبطة بالدعوة إلى ذاتية الشخص وإنما الدعوة إلى الحق فكان قول الله عز وجل آمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون وهذا ما تم الوقوف عليه في درسنا الماضي مع كلمات هذه هذه الآية الكريمة المباركة في هذه الدعوة الربانية لأهل الكتاب بأن يعودوا إلى الكلمة السواء والكلمة السواء كما تبين لنا أنها كلمة التوحيد التي تجعل الناس كلهم عندما ينطقوا بها وعندما يؤمنوا بها وعندما يتيقنوا مضمونها فإنهم يشعرون أنهم على سواء بالنسبة أمام هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله ثم تأتي الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون تسع وستون مرة تسع وستون مرة وردا ذكر الخليل إبراهيم في القرآن وفي خمس وعشرين سورة من سور القرآن ابتداء بسورة البقرة واختتاما بسورة الأعلى بحسب ترتيب القرآن في خمس وعشرين سورة ورد ذكر إبراهيم عليه السلام هذا النبي العظيم الذي كما مر معنا في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واصطفى ذريته واصطفى من ذريته فقال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين خليل الله إبراهيم هذا النبي الكريم الذي تكرر غرود اسمه عليه السلام بهذا العدد الكبير في آيات القرآن وإن ورود الخليل إبراهيم عليه السلام في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما جاء وروده مرتبطا ب قضايا عظيمة جدا فجاء ذكر الخليل إبراهيم مرتبطا بقضية البلاغ والدعوة والثبات على هذا الطريق والقوة في مواجهة الباطل قوة الحجة وقوة الثبات عليه السلام وهذا جانب وأنه كان في هذا الجانب إماما لمن بعده من الأنبياء وأيضا جاء ذكر الخليل إبراهيم مرتبطا ب جانب الملة والحنيفية السمحة التي ارتضاها الله عز وجل ارتضاها دينا للأنبياء وارتضاها دينا للأمم من بعد خليل الله إبراهيم وللناس إلى يوم القيامة وجاء ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام في القرآن مرتبطا ببعد عظيم في قيمة هذا الإنسان وما يميز الناس بعضهم عن بعض وهو جانب الأخلاق فكان من أكمل الناس في هذا الباب ومن أحسنهم خلقا وجاء وصفه بأوصاف عظيمة بهذا الجانب في كتاب الله عز وجل وجاء ذكر الخليل في القرآن مرتبطا بالبيت العتيق وهو رافع قواعد البيت وهو مطهر فناء البيت وهو المؤذن في الناس بالحج إلى البيت وهو معلن حرمة هذا البيت للناس وهو أسكن ذريته عند البيت في وقت ما كان عند البيت أنيس ولا جليس وهذا جانب عظيم في ذكر الخليل إبراهيم في القرآن ولذلك أحد جوانب قصة إبراهيم هو خبر هذا البيت العتيق وبناؤه ورفع قواعده وما تعلق به من آداب ومن شعائر ومناسك وأحكام ونمط عيش فكان هذا الأمر يمثل أحد جوانب ذكر الخليل إبراهيم في القرآن أيضاً جاء ذكر الخليل إبراهيم مرتبطاً بهذه الأمة فهذه الأمة كانت دعوة نطق بها الخليل إبراهيم وهو يرفع قواعد البيت وهو يرفع قواعد البيت مع ابنه إسماعيل واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا فكان هذا ارتباط بين الخليل إبراهيم وهذه الأمة ناهيك عن الدعوات المباركات التي دعا بها الخليل إبراهيم لهذا البلد ولأهل هذا البلد وللرسول الذي سيبعث في أهل هذا البلد يوم أن دعا الخليل إبراهيم فكان هو النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حيث دعا الخليل إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وهناك قضية أخرى عظيمة وهو أن الله عز وجل وصف خليله إبراهيم بصفات في القرآن الكريم عظيمة وكثيرة من وقف عليها ووقف على القضايا التي أشرت إليها يدرك أن القرآن العظيم من استعرض هذا المسار للخليل إبراهيم عليه السلام فيدرك أن الله عز وجل أراد أن يكون إبراهيم مشهورا في العالمين مشهورا بتلك الصفات والأخلاق مشهورا في التأثير في التأثير على الناس وهذا ما حازت عليه هذه الشخصية شخصية الخليل إبراهيم عليه السلام ولما كان الأمر بهذه الكيفية فلعله من المفيد والنافع لنا أن نقف مع جانب من هذه الجوانب التي أشرت إليها وهو مع جانب الصفات الإبراهيمية التي أخبر عنها رب العزة والجلال في القرآن العظيم ونقف مع عشرين وصفا وصف بها الخليل في القرآن لنرى هذا الإمام الذي اختاره الله عز وجل للناس إماما والذي أمر الأنبياء من بعده كلهم وما من نبي إلا وهو من ذريته أمر باتباع ملته وأمرت أممهم باتباع ملته حتى هذه الأمة الخاتمة فإن الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تتبع ملة إبراهيم حنيفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يتبع ملة أحد من الأنبياء إلا ملة إبراهيم عليه السلام فقال عز من قائل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين فإذا هذا النبي الكريم الذي هذا ميدان ذكره في القرآن فقبل فقبل أن نقف مع هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هذا الإمام هو الأب الثالث للبشرية فالأب الأول هو آدم عليه السلام والأب الثاني هو نوح عليه السلام والله عز وجل جعل كل بني آدم من بعد نوح من ذريته كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه الكريم ثم جعلنا ذريته هم الباقين فكل بني آدم من بعد نوح هم من ذرية نوح ثم الأب الثالث خليل الله إبراهيم أب الأنبياء فكل نبي من بعده فهو من ذريته ومن بيته فكان بيته أبرك بيوت الدنيا منهم الأئمة الكبار الذين يهتدي بهم الناس ومن بعده أغلقت كل الأبواب إلى الجنة وكل الطرق إلى الجنة إلا من طريق بيته إذ كل الأنبياء من ذريته ومنهم الأنبياء العظام الكبار هو خليل رب العالمين إبراهيم وكذلك سيد الأولين والآخرين خليل الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إبراهيم وكذلك كليم الله موسى فهو من ذرية إبراهيم وكذلك روح القدس عيسى بن مريم فهو من ذرية إبراهيم وكذلك الأنبياء الذين بعثوا من بعد إبراهيم يعقوب وإسحاب ويوسف فكل هؤلاء من ذرية إبراهيم وإسماعيل من ذرية إبراهيم إذن هذا النبي الكريم عليه السلام الذي كانت بعثته رحمة للبشرية حيث خفف الله على الناس سنته في جانب البلاغ والرسالة إذ كان الأمر قبل بعثة الخليل أن الأمة إذا بعث فيها الرسول فكذبت برسولها وكفرت به فإنه ينزل عليها العذاب الذي يقطع دابرها وأما بعد بعثة الخليل فخفف الله فينزل العذاب لكنه لا يكون عذابا قاطعا للدابر وهذا من التخفيف الذي أكرم الله عز وجل به الخليل وكانت بعثته سببا لهذا التخفيف على الناس فالصفات التي جاءت في القرآن وذكرها الله عز وجل وكما قلت نقف مع عشرين صفة من صفات الخليل إن تأملناها وتدبرناها ثم نظرنا إلى جانب الأمر الرباني لهذه الأمة فستنجد أمرت هذه الأمة بالإيمان والإسلام والإحسان وهي صفات الخليل إبراهيم أمرت بالصدق وهي صفة الخليل إبراهيم إلى غير ذلك من الصفات فمما ذكر الله عز وجل من صفات الخليل إبراهيم في القرآن صفة الرشد قال الله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين والرشد الاهتداء لوجوه الصلاح ومعرفة آفاق الخير والرشاد في الدين والدنيا وهي موهبة عقلية كاملة الرشد وهي هبة ربانية آتاها الله عز وجل لإبراهيم من صغره حيث وفقه للنظر والتفكر والاستدلال إلى الحق ووحدانية الله جل جلاله فهذه أمور هدى الله عز وجل لها الخليل إبراهيم وهي صفة الرشد وهذا قبل نبوته أيضا وصف الله عز وجل خليله إبراهيم في القرآن العظيم بسلامة القلب والله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خطاب للأمة أنه لم ينجو إلا من جاء يوم القيامة بقلب سليم والله عز وجل يخبر أن إبراهيم أتى ربه بقلب سليم قال الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم من شيعته أي من شيعة نوح عليه السلام فهو على منهاجه وسنته فإذا فإذن هذه صفة لإبراهيم سلامة القلب ورأينا كيف أن الله يخبر أنه لن ينجو إلا من يأتيه يوم القيامة بقلب سليم ويخبر أن الخليل إبراهيم من صفته ومن مجموع صفاته أن سلامة القلب أيضا من صفات إبراهيم عليه السلام الحلم وهي صفة يحبها الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأحنف قال إن فيك صفتان يحبهم الله ورسول الحلم والأناء فالله عز وجل يصف الخليل إبراهيم بهذه الصفة الحلم فيقول الله عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب ثلاث صفات أولها الحلم أولها الحلم وهو ضبط النفس وضبط الطبع عن هيجان الغضب فهذه صفة للخليل إبراهيم ذكرها الله عز وجل في كتابه والأواه قال العلماء الأواه هو الذي يكثر التأوه أي يقول أوه أوه وهو يدل على التحزن والتوجع مما كان منه ودائما بمعنى أنه الذي يحاسب نفسه ويتأوه على أي شيء كان منه يخشى أن الله لا يرضاه ولا يحبه ثم المنيب وهي الصفة الخامسة التي ذكرت عن الخليل إبراهيم والمنيب هو الرجاع إلى الله عز وجل بالتوبة وإخلاص العمل وإخلاص العمل فخليل الله إبراهيم كان صافيا نفس رقيق القلب حليما غير عجول صفوحا عما عصاه كاظما غيظه حتى مع الأعداء وفي مواقف الشدة والبلاء كان كثير التأوه من خشية الله كثير التوجع على حال الناس وظلالهم عن الحق فإنه يتأوه تأوه المشفقي على حال الناس كذلك كان منيبا رجاعا توابا أوابا إلى الله تعالى كثير التذلل بين يديه إذن هذه صفات عظيمة ثم صفة سادسة الحنيفية والإسلام والإيمان والإحسان مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان وصف بها الخليل إبراهيم عليه السلام قال الله قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال الله عز وجل سلام على إبراهيم وكذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إذن هذه أوصاف للخليل إبراهيم الله عز وجل يذكرها في كتابه فالحنيف ميل الحنيف ميل عن الضلال إلى الاستقامة وهو ضد الجنف فالجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال فخليل الله إبراهيم من شدة مفارقته للضلال حتى أنه مال إلى الحق وانكفأ على الحق زاهدا في الضلال فلذلك تحري طريق الاستقامة تحري طريق الاستقامة ولذلك كانت العرب تسمي كل من حج واختتنا تسميه حنيفا وهذا تنبيها إلى دين إبراهيم الذي بقي مما بقي عند العرب أنهم يطلقون الحنيف على من حج بيت الله وعلى من اختتنا وأن ذلك من الملة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وكذلك وصف الإيمان ووصف الإحسان ووصف الإسلام فإذا هذه أوصاف لخليل الله إبراهيم وهذه تسع صفات من صفات الخليل إبراهيم عليه السلام التي وردت في القرآن ثم أيضا من صفات الخليل إبراهيم الصديقية والنبوة الصديقية والنبوة الصديقية وصف بها الخليل إبراهيم والصديقية جاءت في القرآن وصفا لأفراد معينين أربع مرات فوصف بها إدريس كما قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ووصف بها يوسف عليه السلام يوسف أيها الصديق ووصف بها الخليل إبراهيم عليه السلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا كما وصف بها مريم البتول كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف مرتبطا هذا الوصف بأسمائهم أربعة أفراد في كتاب الله كان منهم الخليل إبراهيم عليه السلام فإذا هذا وصف الصديقية وصف الصديقية للخليل إبراهيم عليه السلام وكذلك وصف النبوة إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا فإذا هذه إحدى عشر صفة وأيضا الصفة ثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة هي الإبتلاء والإتمام والإمامة قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما إني جاعلك للناس إماما فالله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم امتحنه ابتلاه فامتحنه واختبره ذاك الاختبار بكلمات بشرائع وأوامر ونواهي والاختبار اختبار الإنسان لظهور ما لم يعلم وأما اختبار الله عز وجل الاختبار من الله سبحانه وتعالى لإظهار ما قد علم عنده لكي يكون ظاهرا للآخرين أما هو فهو يعلمه جل جلاله فالله هو العليم له العلم المطلق يعلم الشيء قبل أن يكون ويعلم الشيء إذا كان ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون فعلمه مطلق فلذلك الاختبار والابتلاء من الله عز وجل لإظهار ما قد علم عنده الإتمام أي قام إبراهيم بكل تلك الأمور التي ابتلي بها على أتم وجه وأحسنه في الأداء لذلك يقول ابن عباس في كلمته العظيمة العظيمة يقول مبتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله يقول عن إبراهيم عليه السلام ما أمره الله بشيء إلا وفى به إلا وفى به أيضا من الصفات التي ذكرها الله عز وجل عن خليله إبراهيم أن الله عز وجل جعله للناس إماما جعله للناس إماما فالله سبحانه وتعالى جعله إمام ولذلك خليل الله إبراهيم خليل الله إبراهيم هو ذاك الإمام الذي يثني عليه تثني عليه كل الأمم وله تلك المكان الرفيعة التي جعلها الله عز وجل للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فجعله الله عز وجل إماما للناس وجعل من العبادات مرتبط به هذه الشعيرة الحج فلذلك إمامة الخليل إبراهيم وكذلك الملة الحنيفية وهي أعظم مرتبط بإمامة الخليل إبراهيم وهو هذه الملة الحنيفية التي أمر بها جميع الأنبياء أن يتبعوها وكذلك جميع البشر من بعد بعثته أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام فإذن هذه إمامته عليه السلام الوصف الخامس عشر الذي جاء في القرآن الكريم وصفا لإبراهيم عليه السلام وصف الأمة قال الله قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ففي هذه الآيات الكريمات ذكر سبع صفات للخليل إبراهيم جاء وصف الأمة والقانت ولم يكو من المشركين وشاكرا لأنعم الله شاكرا لأنعمه اجتباه مجتبا وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنه وإنه في الآخرة لمن الصالحين هذه أوصاف عظيمة ذكرها الله عز وجل للخليل إبراهيم للخليل إبراهيم فخليل الله إبراهيم كان أمة وأمة قال العلماء منهم من قال أمة أي أنه وحده يعد أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات الخير أنه جمعت فيه صفات الخير حتى استحق أن يكون هو لوحده أمة لما جمع فيه من صفات الخير والوجه الآخر الذي ذكره العلماء في معنى هذه الصفة أنه أمة بمعنى إمام يبتدى به عليه السلام فإذا هذا الوصف العظيم الذي جعله الله عز وجل للخليل إبراهيم يدلنا على مكانته وعلو قدره عند الله جل جل ثم أيضا جاء في هذه الآيات وهي الصفة السادس عشر وصف القنوط وهو الخشوع والطاعة لله عز وجل فوصفه الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله خاشعا لله مطيعا لله تعالى فلذلك هذه الصفة القنوط تدل على طاعة وخير في دين والأصل في هذه الصفة الطاعة لله عز وجل الطاعة لله عز وجل كان أمة قانتا لله حنيفة والحنيف سبق الوقوف معه ثم الصفة التي بعدها شاكرا لأنعم الله شاكرا لأنعم الله تعالى فهذا وصف شاكرا لأنعمه فهذا وصف للخليل إبراهيم عليه السلام ولذلك يقول ابن كثير كان إبراهيم عليه السلام قائما بشكر نعم الله عليه قائما بشكر نعم الله عليه فإذا هذا وصف للخليل إبراهيم عليه السلام وكذلك من أوصافه في الاجتباء والهداية في قول الله عز وجل اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم والاجتباء الاجتباء بمعنى الاختيار والاصطفاء اشتباه واختاره واصطفاه للنبوة وهداه إلى ملة الإسلام الملة الحنيفية السمحة فالله سبحانه وتعالى آت إبراهيم ذلك ثم أيضا من صفاته وآتيناه في الدنيا حسنة الثناء على الخليل إبراهيم قضية عظيمة نجدها أمر مرتبط بالخليل إبراهيم فالله عز وجل جعل له الذكر الجميل في الدنيا وهو لسان الصدق فجميع الأمم متفقون عليه جميع الأمم متفقون عليه وعلى إمامته وعلى مكانته عليه الصلاة والسلام ثم نختم ذكر الصفات بتلك الصفة العظيمة التي ذكرها الله في كتابه في قوله عز من قائل واتخذ الله إبراهيم خليلا اصطفاه لمحبته وخلته والخلة هي أرقى مقامات المحبة وما بلغ تلك المنزلة إلا لكثرة طاعته إبراهيم لربه جل جلاله وتلك المرتبة تدل على شرف منزلة الخليل إبراهيم عند الله سبحانه وتعالى فمن بلغ من الزلفة عند الله أن يتخذه خليلا فإنه جدير بأن يكون قدوة حسنة لمن بعده من الناس وخليق بأن تتبع البشرية ملته وطريقته ولذلك ما أعظم قول الرب جل جلاله وهو يخبر عن ذلك بهذه الصيغة في الاستفهام الإنكار فيقول الله عز وجل وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا والجواب والله لا أحد أحسن من هذا الإنسان الذي الذي أسلم وجهه لله وكان محسنا واتبع مِلَّة إبراهيم حنيفة فلا أحد أحسن منه في هذه الدنيا وأيضا والإنسان يقف على ذاك الأمر الصريح في قول الله عز وجل قُل صدق الله فاتبعوا مِلَّة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وفي أمره أيضا الصريح في قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وفي ذاك التحذير الصريح ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه إذن هذه الآيات العظيمة وهذا الاستعراض حقيقة لشيء من خبر الخليل إبراهيم في القرآن ماذا يعطينا وما هي الدلالة التي نأخذها تعطينا هذه الدلالة أن الله عز وجل يريد أن يكون الخليل إبراهيم مشهورا في الناس شهرة الصدق والتقوى والصلاح والإمامة والإمامة في الملة الحنيفية السمحة وفي ترك الشرك والبعد عنه وفي إسلام الوجه لله عز وجل وحده هذا الذي يريده الله عز وجل أن يتعامل الناس مع الخليل إبراهيم عليه السلام إذن هذا النبي الكريم الذي هذا جزء جزء ما أشرت إليه هو جزء من خبره في كتاب الله جل جلاله وما أحوجنا أن نقرأ تلك المواطن التي ذكر فيها الخليل في خمس وعشرين سورة يتكرر ذكر الخليل إبراهيم ما أحوجنا أن نقف وقفة حقيقة مع خليل الله إبراهيم أما إن وقفنا مع تلك الدعوات الإبراهيمية التي كانت عند رفع البيت ورفع قواعده وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فكانت تلك الدعوات العظيمة التي دعا بها خليل الله إبراهيم التي دعا بها خليل الله إبراهيم فدعا له ولولده واجعلنا مسلمين لك خاضعين لك منقادين لحكمك مخلصين أو جهنا بالتوحيد والعبادة لك لا لغيرك ولا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك سبحان الله الدعوة هنا واجعلنا مسلمين لك مع أن الخليل مسلم وابنه إسماعيل مسلم إذن ما المراد بتلك الدعوة حال رفع قواعد البيت قال العلماء تتضمن الدعوة معنيين عظيمين المعنى الأول في قوله واجعلنا دعوة بالتثبيت على الإسلام وأن يبقيا على الإسلام إلى الممات فهي دعوة بالثبات والمعنى الثاني الزيادة في هذا الأمر والوصول إلى درجة الكمال البشر بالنسبة لهذا الوصف العظيم الإسلام فإذا زيادة في الخضوع وفي الإخلاص طالبين من الله حتى يصل إلى درجة الكمال ثم الدعوة الثانية دعوة لذريتهما ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي اجعل يا ربنا من ذريتنا وأولادنا أمة جماعة مسلمة لك منقادة لأمرك خاضعة لعظمتك يقول ابن كثير رحمة الله عليه وتخصيص العرب بذلك لا ينفي من عداهم ولكن سياق الكلام هنا إنما هو في العرب ولهذا قال بعد هذه الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم سبحان الله فلذلك هذه دعوة إبراهيمية فلذلك كانت هذه الأمة خير الأمم وآخر الأمم عند رفع قواعد البيت دعوة من الخليل إبراهيم عليه السلام ومن ابنه إسماعيل عليه السلام ثم الدعوة الثالثة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بصرنا يا ربنا شرائع عبادتنا وعرفنا مناسك حجنا الأماكن منها والأفعال الأماكن التي تؤدى فيها هذه المناسك وعرفنا بالأفعال التي هي أيضا مناسك فالمناسك تطلق على أماكن الحج وعلى أفعال الحج فلذلك كانت دعوة خليل الله إبراهيم عند رفع قواعد البيت وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأيضا كانت دعوته الرابعة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فكانت فكانت أيضا دعوة الخليل إبراهيم ويا إخوة والله أمر عظيم هذه دعوة دعا بها الخليل إبراهيم أن الله يبعث في هذه الأمة رسولا يقوم بأمور أربعة يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم واسمعوا ماذا قال الله عز وجل في سورة الجمعة عن مهمة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام في أمته ولا تنسوا الدعوات الإبراهيمية التي طلب من ربه أن يبعث رسولا منهم لينجز أربعة أمور فماذا قال الله عز وجل في تكليف النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نحو أمته قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين الله يخبر أنه بعث رسوله الخاتم عليه السلام في هذه الأمة الخاتمة ليقوم بأربعة أمور تلك الأربعة الأمور هي استجابة لدعوة الخليل إبراهيم فقال يتلو عليهم آياته ماذا قال الخليل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وقال هنا ويزكيهم وقال الخليل في دعوته ويزكيهم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة والخليل في دعوته قال ويعلمهم الكتاب والحكمة دعوات الخليل استجابها الله استجابها الله ولذلك قال داعياً للبلد هذا واجعل هذا البلد آمنا قال الله عز وجل في قسم عظيم وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين قال الخليل إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بضمانة أن الحج إلى بيت الله الحرام لا ينقطع وأنه لو انقطع عاماً واحداً ولم يفد ولم يقم الحج من أي أحد من الناس فستقوم القيامة هذا التلاقي العجيب أيضاً يعطينا دلالة على مكانة الخليل إبراهيم عند ربه سبحانه وتعالى فهذه الدعوات العظيمة يدعو بها الخليل فالله عز وجل يستجيب للخليل ولذلك كم من تلك الدعوات تتفيأ هذه الأمة بظلالها كم أكرمت هذه الأمة بدعوات الخليل إبراهيم عليه السلام فلذلك هذا معنى عظيم طبعاً الذي نريد حقيقة أن نصل إليه وهو أن الله عز وجل يقول إن أولى الناس بإبراهيم لالذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إذن هنا حقيقة هذا الحق العظيم الذي كلفت به هذه الأمة نحو الخليل إبراهيم أن تتبع ملته أن تتبع ملته وأن تذكره والله عز وجل بين ذلك في كتابه نقف وقف أيضاً مختصراً كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي هذا الجانب في حياته هو عليه الصلاة والسلام وكيف كان يؤدي هذا الأمر نحو الخليل إبراهيم عليه السلام وكيف كان يعلم أمته تستحضر هذا الذكر للخليل إبراهيم عليه السلام الله عز وجل في القرآن يأمر هذه الأمة قائلاً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى تحقيقاً للاقتداء به إحياء آثاره صلى الله عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام إذن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الحق نحو الخليل إبراهيم عندما فتح مكة وطلب منه أن يدخل داخل الكعبة وكانت قريش في جاهليتها وضعوا صورة للخليل إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام افتراء فقال قولته الشهيرة عليه الصلاة والسلام المحفوظة قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام وما رضي أن يدخل البيت حتى غسلت وأخرجت تلك الصورة قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام لأن الله وصفه في القرآن لم يكن من المشركين هذا خليل الله إبراهيم وهذه غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو أبيه إبراهيم عندما نسب إليه الشرك كيف كانت غيرته وكيف كان دفاعه عن خليل الله إبراهيم أيضا كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعلم أولاده الحسن والحسين إذا أصبح أصحابه وذرية عليه الصلاة والسلام عند كل صباح وأول اسم ينطقون به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من البشر رسول الله محمد وخليل الله إبراهيم أليس الدعاء الذي يقوله المسلم عندما يصبح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم مسلما وما كان من المشركين أليس هذا هدي نبوي لهذه الأمة أن تذكر خليل الله إبراهيم عند كل صباح أليس من الدين في أعظم عبادة وهي الصلاة أن نصلي في خاتمتها بالصلاة الإبراهيمية فيذكر فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وخليل الله إبراهيم عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة يعوذ الحسن والحسين بهذه الكلمات ثم يقول لهما وهم يسمعون وأمهما تسمع ويصل البلاغ للأمة يقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق إذن هذا التعليم هذا التعليم من النبي صلى الله وفي الحج عندما يبعث أبو هريرة إلى الناس ينادي يوم عرف ابقوا على أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم إذن هذه السنة النبوية في إبقاء ذكر الخليل إبراهيم وفي ارتباط هذه الأمة به والدفاع عنه والغيرة على ملته وعلى من يتهمه في أي شيء في حنيفيته على وجه الخصوص فإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنيفية إمام الملة الحنيفية السمحة الإبراهيمية التي ندين لله عز وجل بها كما يدين بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكما دان بها جميع الأنبياء من بعد الخليل إبراهيم عليه السلام فلذلك هذه الأمة هذه الأمة لا بد أن تدرك هذا الأمر وأن تؤدي هذا الحق اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام بهذا الحق نحو الخليل إبراهيم لذلك نسلم أيضا مما جاء في سنته أنه أمر بقتل الوزغ وقال كانت تنفخ على إبراهيم يعادي من عاد إبراهيم حتى من الحيوانات فيأمر بقتلها والسبب أنها كانت عندما رمي وقذف بإبراهيم في النار وعندما أظلمت النار كانت تنفخ لكي تزداد اشتعالا فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتلها يأمر بقتلها ثم كيف لا نذكر خليل الله إبراهيم وعندما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فإنه بعث بسلامه لأمته مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكما روى الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال له يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر فسلام بعث للأمة من خليل الله إبراهيم مع خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم نصيحة للأمة ووصف وترغيب في الجنة يبعثه خليل الله إبراهيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا من أولى الناس بإبراهيم ومن ينبغي أن يعرف مكانة الخليل ومن ينبغي أن يغار على ملة إبراهيم وأن يغار على كل ما يخدش في إمامة إبراهيم وملته وسلامة انتمائه لهذا الإسم العظيم الإسلام الإسلام فإذن هذا مما جاء في كتاب الله عز وجل ما أحوجنا إذا ما ذكر الخليل إبراهيم في آيات القرآن أن نتذكر ذلك كله وأن نستحضر الهدي النبوي الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لنقف مع خليل الله إبراهيم عليه السلام فإذا هذه مقدمة بين يدي هذه الآية التي ذكر فيها الخليل لنقف بإذن الله في درسنا القادم مع مضمونها الله أكبر الله أكبر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين